السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي في فيديو جديد من فيديوهات الألعاب التي نقدم مرحبا بكل محبي وعشيق نعمة ثانية العسطورية ما زل معكم أصدقائي نواكب وإياكم الفعاليات التاغية الآن الصديقية وللأقول أثناء تسجيل هذا الفيديو تم الإفراج عن الصفحة الرسمية لهذه الفعاليات في الموسوعة هنا سوف نشاهد مجموعة من التفاصيل التي تهمك كذلك عدد القرون للحصول على الثانية التاغية أسماءها وغيرها من هذه التفاصيل كلها خاصة بالفعاليات التاغية لنا فيديو خاص بالتلين التاغي الأصل هذا التلين الموجودون صديقي أو لنقول الذي سوف تشاهده الآن سوف نتحدث عنه ولكن بزاوية مختلفة بإذن الله طبعا هذه الفيديوهات الغرض منها هو التمهيل للفعاليات التاغية القادمة حتى عندما تبدأ الفعاليات نكون قد تحدثنا عنها بالتفصيل وكذلك صديقي نكون قد أخذنا المعلومات الكافية وبالتالي نبدأ اللعب في هذه الفعاليات بشكل أقوى على ما أعتقد والله أعلم بطبيعة الحال كل الأصدقاء المتواجدين معنا في القناة والذين يدعمون لنا سواء بالتعليقات سواء لنقل بالضغط على زر الإعجاب وكذلك لنقل بالشرك في القناة لهم جزيرة شكر والامتنان أصدقائي كلكم لنقل بدعمكم نستمر بإذن الله إذا صديقي هذه لنقل الصفحة الرسمية للفعاليات كما تشاهدون هذا صديقي سوف يكون شكل أصل النبات الطاغي المتواجد هنا على شكل جبجبا وكذلك النبات المتواجد هنا هذا الحصن أو البرج هو الذي سوف يتواجد في الفعاليات الطاغية الآن الفعاليات الطاغية كما أسابق وأشارنا في الكثير من الفيديوهات سوف تبدأ بـ 29 مارس وتنتهي في 26 أبريل الفعاليات سوف تستمر لنقل لمدة شهر كامل تقريبا لنقل والفعاليات سوف تكون فيها موجودة لمدة أربعة أسابيع هذه الأربعة أسابيع سوف تقسم إلى أربعة فوصول أحداث الطاغية الخاصة بموضوع النبات يكاعد الوصول إلى الجزيرة بخير الضغط على هذه الأيقولة الموجودة في الرقل الأيمان للسفل من الشاشة كالجزيرة الغابدة مركز لموضوع النبات هنا صديقي دعنا نوضح أمر كثير من الأصدقاء حصل بالأبس على مجموعة من الجزر التي تفتح بالذهب هذه الجزر حصل عليها بخلال خطأ في اللعبة مبارك عليكم أصدقائي استمتعوا بهذه الجزر تستحقون لنقل كل خير هنا صديقي سوف أثناء ظهور لنقل هذه العديد من القوائم لنقل لدينا العديد من القوائم سوف يكون لدينا السوق التاغي ويكون فيها الكثير من الأشياء وكذلك لنقل الكثير من الجوائز الجائزة الكبرى كما علمنا وكما تحدثنا عنه سوف يكون هذا التنين ولأول مرة سوف يتدخل العنصر القديم مع العنصر التاغي في نفس التنين سوف تحدث أيضا عن هذا بالتفصيل في فيديو الغد أعلم أني قدمت فيديو حول هذا التنين ولكن هناك فيديو آخر حول هذا التنين لأن التنين يستحق أكثر من فيديو الأهم بالنسبة للأحداث الهداث الصديقي سوف تكون لدينا لنقل تنين عبارة عن جمع لأن التنين التاغي يالي سوف تكون عبارة عن جمع كما تشاهدون كذلك سوف يكون لدينا أربعة فصول كل أسبوع يعتبر فصل يعني الأسبوع الأول هو الفصل الأول الأسبوع الثاني هو الفصل الثاني الأسبوع الثالث هو الفصل الثالث الأسبوع الرابع هو الفصل الرابع انتبه جيدا في هذه النقطة صديقي عندما ينتهي الأسبوع سوف تختفي هذه البطاقات لهذا في الفعالية التاغية ينصح دائما القيام عندما تقوم بالحصول على هذه البطاقات قم بفتحها على الفور وكرر هذه المعلومة لأنها مهمة عندما تحصل على هذه البطاقات قم بفتحها على الفور أي أسبوع جديد سوف تختفي هذه البطاقات وتبدأ بطاقات جديدة إذن هنا لدينا أربع أسابيع أربع فصول مع كل بداية فصل جديد سوف يصبح العداد السفر وتبدأ بجمع البطاقات من جديد لهذا لا تتدخر البطاقات ولا تجمعها كلما حصلت على هذه البطاقات قم بصرفها على الفور أتمنى أن نسمع هذه النصائح لأن لو فيما بعد سوف يتدي يا عمر لا كان لدي 60 بطاقة واختفت لا أريد سماع هذه لنقول الشكاولي أني أحدر الآن أنا أحدر أصدقائي عند بداية كل أسبوع جديد أو فصل جديد سوف تختفي بطاقة الأسبوع الماضي لهذا كلما استطعت الحصول على هذه البطاقة قم بصرفها الآن بالنسبة للأشكال لدينا هذا الشكل الموجود هنا كذلك لدينا هذا الشكل الموجود هنا في الفصل الثالث لدينا شكل النبات المتواجد في الفصل الثالث ولدينا الشكل الطاغي سوف يتواجد في الشكل الرابع كما تشاهدون كذلك سوف يتواجد لدينا القرون في هذه الفعالية ألا بالنسبة للثنانين التي سوف تضع هذه لنقول موعد ظهور حتى أفسر الجدول هذه موعد ظهور الثنانين 29 مارس سوف تتواجد على سبيل المثال سوف يتواجد هذا التنين على سبيل المثال في الزلزانة الصحيقة تستطيع كسبه وهذا التنين موجود لدي بالفعل لكن مطالب بالحصول عليه مرة أخرى حتى استطيع التقدم بشكل جيد في فعالية الشبكة كذلك صديقي سوف يتواجد هذا في عروض الزلزانة الصحيقة إذن هنا لدينا في أول زلزانة صحيقة في هذا الأسبوع سوف يقول إثنين من الثاني كما تشاهدونها هذا سوف يتواجد غالبا لنقول فيها الزلزانة هذا في مجرز زلزانة الآن بالنسبة لنقول 29 مارس في نفس الوقت سوف يعود هذا التنين في الشبكة للأسف عادة تنين وبالنسبة لي يوجد لدي من قبل لهذا حتى لو لعبت لنقول على هذا التنين للأسف حتى لو حصلت عليه فهو بالنسبة لي تنين مكارة إذن للأسف تنين الشبكة هذه المرة سوف يظهر لكن التنين موجود لدي بالفعل لكنها تبقى مشرا صارة للعبين الذين لنقول لا يوجد لديهم هذا التنين فرصة من أجل الحصول عليه بشكل مضمون هنا إجابة لنقول أسئلة الأصدقاء يا عمر هل أستطيع الحصول على التنين بشكل مضمون هنا هذا التنين صديقي هو التنين التاغي بطبيعة الحال تستطيع الحصول عليه بشكل مضمون لأن فعالية الشبكة فعالية سالة جدا عندما كان أغلانس فيبر أصل لنقول النار التاغي عندما ظهر في الشبكة معظم الأصدقاء حتى الذي بدأ اللعب في اللعبة لأول مرة استطاع الحصول عليه وكثير من أصدقاء استطاع تكراره لهذا أي تنين سوف يتواجد في الشبكة يكون الحصول عليه بشكل مضمون لهذا هذا التنين يعتبر هو التنين المضمون في هذه الفعالية بالإضافة إلى أنه من خلال القرون تستطيع الحصول على التنين التاغي وبالتالي في هذه الفعالية تستطيع الحصول عليه من التنين التاغية بشكل مضمون هذا قولاً واحداً وتجريبة وهذه الثانية ستظهر في الشبكة ستتواجد لنقول مجموعة للفعاليات جدا في شكله. كذلك صديقي يوجد لدينا أيضا هذه التنالين كلها سوف تظهر في هذه الفعالية. ملها ما هو تنين جديد كليا. هذا التنين البوم تنين جديد كليا. وصحيح هذا التنين صديقي جديد لكنه لنقول الكثير من التنالين لنقول مكررة بين قوسين. هنا بالنسبة للأسابيع كما نشاهدونه هذا السعر لنقول التذاكر وسعر لنقول شراء لنقول هذه البطاقات وغير من هذه الأمور. كذلك صديقي سوف يتوجد لدينا السندق. الصندوق في الفصل الأول سوف يكون بهذا الشكل في الفصل الثاني في الفصل الثالث وكذلك في الفصل الرابع. الآن نأتي إلى التنين الطاغية. كما نعلم أصدقائي أنه كل قرون أو أربعة قرون تمنحك بطاقة واحدة. الفيقر تستطيع الحصول على التنين هنا مثل الفعالية الماضية صديقي. هنا مثل الفعالية الماضية صديقي. هنا طبعا أسباب التنين في نية السيسيليوم كما تشاهدونه. هذا كذلك سوف يكون عبارة عن قطاع يكرر لمرة ثانية. عموما عموما. هنا أصدقائي بالنسبة لهذه التنين سعر كل تنين هو ألفين قرن يعني حتى تستطيع الحصول على التنين واحد هو ألفين قرن. لكن مثل الفعالية الماضية والتي قبلها. كل أسبوع سوف يكون هناك خصم على التنين الأول. على سبيل المثال هذا التنين سوف يتم فتح قفله طبعا دخلت على التنين للأسف لم يوجد بعد في الموسوعة. وإلا كنا شاهدنا صواري. كما تشاهدونه التنين لا يوجد في الموسوعة. بشكل عام التنين الأول الذي سوف يفتح قفله سوف يكون مبلغا. لنقول الحصول عليه هو ألفين قرن. لكن في الأسبوع الأول سوف يكون عليه خفض أو خصم تستطيع حصول عليه فقط بألف قرن. الأسبوع الثاني سوف يكون الخصم من ألفين قرن إلى ألف قرن. يعني خمسين في المئة تقريبا سوف يكون على التنين الثاني الذي سوف يفتح قفله الأسبوع الثالث. التنين الثالث الذي سوف يفتح قفله هذا التنين الموجود هنا. سوف يكون عليه خصم والأصبع الرابع سوف يكون أيضا خصم على التنين الرابع بهذه الطريقة صديقية تستطيع لنقول الحصول على التنين بشكل مخفض استراتيجية هذه التنين تقول أنه حاول التركيز على التنين التي تحتاج عناصره والأصبع الأول دائما يقول هو المحدد لطريقة لعبك طبعا كل ما قلنا في هذا الفيديو هي تبقى معلومات أولية فقط عن هذه التنين ومعلومات أولية عن طريقة اللعب التفصيل أو لنقول التفاصيل والحديث بشكل مفصل عن هذه الفعاليات سوف يكون بإذن الله عندما تبدأ هذه الفعاليات عندما تبدأ هذه الفعاليات سوف نتحدث عنها بالتفصيل وكذلك نشرحها بالتفصيل ما نقدمه في هذه الفيديوهات الموجودة حاليا والتي نعمل على نشرها في هذه الأيام هو عبارة لنقول عن معلومات أولية تمهد لكم الفعاليات الطاغية إلى هنا تكون الحلقة قد انتهت هذه لنقول هي معالم الفعاليات الطاغية كما قلت في بداية الفعاليات ما زلنا أصدقائي سوف نواكب معكم هذه الفعاليات وكما قلنا في البداية عندما تبدأ هذه الفعاليات على الأقل في اليوم الأول لا تتسرع بتحويل أي قرن اجمع القرون اجمع البطاقات هذه البطاقات قم بفتحها وتحويلها إلى قرون ولكن لا تصرف الموارد لا تهدر الموارد نصيحة أخرى حاول العمل بها حاول طحن الزنزانة السحيقة حاول اللعب أكثر عدد ممكن من الزنزانة السحيقة بدون القيام بتسريع الوقت لا تسريع الوقت في الزنزانة السحيقة لأنه ليس وقته في الأيام الأولى اجمع الموارد فقط لا تصرفها وانتظر سيل الفيديوهات التي سوف أقوم بنشرها عن اللعبة سوف تساعدك بإذن الله على اللعب بشكل أفضل والخروج على الأقل بإثنين من الثنانين التاغية في هذه الفعاليات بحول الله وقوته أتمنى لك التوفيق صديقي شكرا جزيلا لك لمشاهدة هذا الفيديو